استقبل مركز الإصلاح والتأهيل وادي ناترون وفدا من الرياضيين والحقوقيين والإعلاميين للاطلاع على مرافقه وأساليب الرعاية والإصلاح المقدمة داخله كما شاهد الوفد الزائر نهائي دور كرة القدم بين نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل تزامنا مع الاحتفال بعيد الشرطة وفي إطار الرعاية المقدمة لنزلاء مركز الإصلاح والتأهيل والتي تتم وفقا لأعلى المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان أقام قطاع الحماية المجتمعية نهائي مسابقة قرة القدم بمركز الإصلاح والتأهيل وادي ناترون والتي تنافس فيها عدد من نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل بحضور الوفد من الحقوقيين والرياضيين والإعلاميين حيث تم تسليم الفائزين القؤوس والميداليات والجوائز لتحفيزهم لمزيد من العمل على تقويم السلوكيات أنا فخور جدا أنا موجود هنا النهاردة في مركز الإصلاح والتأهيل شفنا حاجة الحقيقة ما شفتهاش في حياتي يعني مستوى معيشة للناس كبير جدا مستوى رائع جدا اهتمام بالرياضة تمام بأنشطة كتير جدا 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 أنا مبسوط أن أنت بتحاول نطلع النزيل تشغله يومه بحاجات إن كان رياضية أو فيه ثقافية أو فيه صناعية أو فيه زراعية فدي حاجة كويسة جدا إنك دايما تخلي النزيل يطلع من عندك عنده إن كان موهبة يناميها في حاجة تانية أو عنده مورد رزق بعد كده يخشه من خلال إن هو يتعلم حاجة هنا إنسان بيتعامل بمنتهى الإنسانية دي حقيقة ده واقع عشناه هنا عندكم في ودي النطرون في ما بقيتش حتى سجل ده بقى فعلا إصلاحية لتعديل سلوك الإنسان اللي خرج على النص الإنسان اللي بتقال في المجتمع إن هو أجرم في حق المجتمع عقب انتهاء المنافسات الرياضية قام الوفد بجولة داخل مركز الإصلاح والتأهيل ودي النطرون للاطلاع على مرافقه المتنوعة وما يقدم من خدمات ورعاية للنزلاء وسبل الإصلاح والتأهيل المطبقة داخله بما يسهم في إعادة اندماجهم في المجتمع عقب انقضاء فترة العقوبة حيث تعد مراكز الإصلاح والتأهيل نقلة نوعية وحضارية في منظومة السياسة العقابية الحديثة التي تطبقها وزارة الداخلية أنا اتفاجئت صراحة يعني اتفاجئت بالله أنا شفته النهاردة في المركز شفت صراحة كبير جدا صراحة يعني أنا لو ما شفتش بعناي عمري ما كنت أصدق ولا كنت أتخيل لكن أنا شفت بعناي أن قد إيه كل حاجة موجودة بالنسبة للنزيل مش للسجين للنزيل وده الاسم اللي احنا بنتمنىه في فترة جالة أنهم أخوتنا وأراهبنا وأصحابنا تحطوا في مواقف أنهم بقوا موجودين في مكان لكن إن شاء الله يخرجوا أحسن من الأول باللي أنا شايفه إن شاء الله يخرجوا أحسن من الأول ويخرجوا وما نشوفهم شناتين إن شاء الله سعداء النهاردة بالزيارة وسعداء النهاردة بالتطور الكبير اللي احنا شفناه داخل المركز الصح والتأهيل الكبير ما بين القديم وما بين الجديد السوء لازم تتنقل للناس يعني فعلا فعلا الوضع فعلا يستحق أن احنا نقول إن هو وضع فعلا يليك حتى لو واحد مسجون لو كان كده بس بيلاقي يعني معاملة قدمية وده المهم هذا المركز يعتبر هو واحد من نقول النماذج المشرفة للدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان والمؤسسات العقابية الموضوع أيضا بيتم توفير كل الخدمات بالنسبة للنزلاء قابلنا النزلاء قابلنا أهالي النزلاء دخلنا في الزيارة بتاعتهم دخلنا شفناهم إن الحياة ماشية كل حاجة بسيستم واضح جدا لا حاجة فعلا تدعو للفخر هكذا تسعى وزارة الداخلية نحو تطبيق أعلى وأرقى المعايير الدولية لحقوق الإنسان في منظومتها العقابية الحديثة المطبقة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والتي جاء إنشاؤها ترجمة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتوفير حياة كريمة للنزلاء وذويهم وكذا المفرج عنهم رعاية متكاملة تقدمها مراكز الإصلاح والتأهيل لنزلائها سواء على المستوى الصحي أو التعليمي أو الثقافي أو الرياضي أو التأهيلي ليتمكنوا من الاندماج السريع في المجتمع عقب انقضاء فترة العقوبة بل أن السياسة العقابية الحديثة تنتد في رعايتها أيضا إلى المفرج عنهم وأسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ليتمكنوا من الحياة بصورة كريمة عبدالله بركات التلفزيون المصري